الحربة الروسية وأوكرانيا ستنتهي في الفترة الجاي لكن الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي لسه في بداياتهم عشان هيك في ست قطاعات رئيسية من الأسهم ستستفيد كثير في الأشهر والسنوات القادمة القطاع الأول طبعا هو قطاع الأسلحة شركات مثل لوكهيد مارتن، نورث دروب، وبوينج ستستفيد من بيع الأسلحة أما القطاع الثاني فهو قطاع الأمن السبرياني كونه الهجمات الإلكترونية والاستخدام الهاكرز سامن أهم وسائل الحروب غير التقليدية عشان هيك شركات مثل بالوالتو، كراود سترايك، بلاك بيري وفورتنيت ستستفيد من توفير الحماية للمستخدمين ضد الهجمات أما القطاع الثالث فهو قطاع البيو تيكنولوجي لأنه فيه احتمالية كبيرة لقيام حروب بيو تيكنولوجية في المستقبل أو لظهور فيروسات جديدة بالإضافة للتطبيقات الموجودة حاليا في العلاج الجيني للأمراض المعروفة عنها ومن أبرز الأمثلة كريسبر، انتليا، وبيم ومؤسسين الشركة كريسبر حصلوا على جائزة نوبل في الطب بسبب تمييز التكنولوجيا اللي استخدموها في تطوير كريسبر أما القطاع الرابع فهو قطاع الذكاء الاصطناعي كون تطبيقات الذكاء الاصطناعي صارت تستخدم بدرجة كبيرة في الأسلحة مثل الطيارات بدون طيار وغيرها، ومن أبرز الأمثلة على الشركات اللي ممكن تستفيد جوجل، أمازون، بلانتير، وينفيديا القطاع الخامس، القطاع الفضاء، وأهم شركة رح تستفيد هي شركة روكتلاب الأمريكية أما القطاع السادس والأخير فبسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا من المتوقع أنه قطاع السيارات الكهربائية بشكل خاص يكون من أهم القطاعات المستفيدة بسبب الإجراءات الحماية اللي حتفرضها الدول لصالح شركاتها شركات مثل تسلا، فورد، جنرال موتورز، لوسد، وجي جي بي آي رح تستفيد، وبنفس الوقت شركات مثل اكس بين وبي واي دي ونيو ولي اوتو ممكن تستفيد إذا في أي سهم من الأسهم اللي أنا ذكرتها حابين تعرفوا عنها أكتر، اكتبوا لي في الكومنت، وممكن نعمل عنها فيديو لأدام وإذا عجبتكم الحلقة، لا تنسوا أن تكبسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وكنت معكم أنا محمود يوسف، وستناكم بالفيديو الجاي إن شاء الله